سوف أقوم إن شاء الله بالشرح منهج الثاني متوسط في هذه القناة وسوف تجدون أيضا جميع الصفوف الأخرى من أول ابتدائي إلى سادس في هذه القناة المتواضعة قناة خلق English أو American English هذا شكل القناة American English سوف تجدونها عبر البحث بكلمة خلق English هذا اليوتيوب أو بكتابة American English وهذه صورتها طبعا كل الشرح سوف يكون إن شاء الله مجاني ونريد مشاركتكم ونشر القناة عبر السوشيال عبر حساباتكم بالواتساب بحسابات السوشيال انشروا القناة كي يستفيد الطلاب والطالبات طيب نبدأ باسم الله ترمى الثاني السوفر جول نوبر 2 الوحدة رقم 6 what was it like what was it like كيف كان كيف كان الشعور هذا طيب خلونا نشوف البوستر ولا الويبسايت هذا the what's on museum guide يعني وش يوجد دليل المتاحف what's on ماذا يوجد فيه أو ماذا يعرف طيب خلونا نشوف البطاقة الأولى طبعا هذه معلومات على المعارض لكن عندنا قلة بالمتاحف والمعارض فلذلك تعتبر شيء غريب لكن عالميا في كل الأماكن وأيضا الحمد لله بدت تنتشر المتاحف لا تستطيع الذهاب المتحف قبل حجز تذكرة وشراء تذكرة للدخول وهذا هذا شكل المعرض الأول هنا the world of Miro يعني عالم Miro أو عالم Miro the temporary exhibit of works by the Spanish artist معرض مؤقت لعروب فنية أسبانية الرسام اسمه Miro أو Miro وهذا توقيت المعرض May 3rd up to July 29 الساعة عشر صباحا A.M. up to 6 P.M. closed Saturday مغلق يوم السبت أيام السبت Tickets سعر التذكرة خمسة دولارات أما الطلاب فدخولهم مجاني Students free طيب the Jurassic experience اللي هو Jurassic Bars أو الديناصوات هنا the art of the pen Arabic calligraphy اللي هو الخط العربي الجميل معرض لي الخط العربي الجميل هنا Museum of Science and Technology متحف العلوم والتكنولوجيا وهنا أيضا معلومات المتحف متى يغلق ومتى يفتح وكم سعر التذكرة وهنا مكتوب Schools Only يعني المدارس فقط طيب ننتقل للصفحة التي تريها Old and New Technology تكنولوجيا أو علوم قديمة وحديثة عندنا هنا Navigation وهو وسائل البوصلة والتنقل سابقا كيف كان شكلها بالبوصلة هنا Transportation التنقل وهنا Hieronautics اللي هو الفوهة الصاروخ الفضائي كما هو واضح طيب هنا Electricity الكهرباء Robotics الروبوتات وهنا Planetarium وهو معرض الفضاء مثل على وزن Aquarium اللي هو معرض الحيوانات البحرية هنا معرض الفضاء طيب Grammar Single Past Tense Speed طبعا هذا المضارع Simple Past عفوا الماضي البسيط وهو كيف تصف الاحداث التي حصلت بالماضي I was He was She was بينما ضمائر الجمع والمخاطب You were They were We were طيب ننتقل طبعا هذا الحل كتبي و لا يوجد بدي الوقت كي يراجع الحلول دقتها تعود لموقع كتبي طيب الصفحة اللي بعد محادثة محادثة طيب ماجد هنا صورة ضار في المطعم وأنا بينهم محادثة طيب ماجد أين كنت يوم البارحة كلمتك مرات كثيرة وتركت رسائل الصوتية في صندوق الرسائل الصوتية الخاص بك وليد محادثة محادثة كنت بالبيئة تدرس و محادثة محادثة و جوالي طافي ماجد محادثة محادثة طيب وش زين يا ماجد طيب محادثة لتنظر بس 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 طبعا الاسماء الاجنبية اللغات الاجنبية تبدو جديدة وهذا اسم ايطالي صعب نطقها على الغير الايطاليين طيب وليد طيب هل حقا فعلت او اي هيرد باوت كيف كان المطعم طيب ماجد رائع المكان يبدون حمام بركانية الخدمة كانت رائعة كان في 25 نوع من البيزة على قائمة الطعام وكان في من خارج العالم طعمها كان جميل جدا ممكن نقدر نروح الاسبوع الجاي فرد عليه ماجد تقدر تعزمني أي وقت طبعا أنا أقف بصف وليد أنه كان يدرس أفضل له من أكل البيزة البيزة لن تختفي يستطيع أن يأكلها في أي يوم طيب reading ننتقل The art of pen فن القلم وهنا قطعة عن اللغة العربية طبعا هذا آخر جزء معنا في هذا الفيديو خلون اللغة العربية اللغة العربية الخط الجميل العربي الخط النسخ والقرآن الكريم اللغة العربية تعني كتابة جميلة اللغة العربية تحتوي على خطوط وأشكال جميلة ولكن اللغة العربية اللغة العربية هي أنها تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم وجمال هذا الخط كان من كتابة القرآن الكريم That is how and why the art of Arabic calligraphy started لهذا السبب بدأ كتابة الخط العربي الجميل لسبب رغبة في كتابة القرآن طيب The first Arabic system of writing script was very simple يعني التركيبة للكتابة العربية كانت جدا بدائية Then with the spread of Islam ومع انتشار الاسلام there was a need for more expressive form of writing to communicate وكان هناك حاجة لمزيد من الجمال والتطوير للكتابة طب الله's word in the holy quran كلمات الله سبحانه It was important to have a clear script that all people of Islam could easily read and understand يعني كلمات الله في الغلان الكريم تحتاج ان تكون واضحة وسهلة القراءة على جميع الناس طيب styles طيب style يعني styleات الكتابة Today there are six main styles of Arabic calligraphy فيه ستة انواع للخط العربي الجميل one of the oldest style is a kufik script أحد أقدم الماط لكتابة الخط العربي الجميل هو الخط الكوفي It has straight geometrical letters that make it easy to cut into wood or stone كان كتابة الحروف على شكل سهل أن تكتب على الخشب أو الحجار This is script This is the script calligraphy used to write the first copies of the holy quran هذا هون أول خط استخدم لكتابة القرآن الكريم The other main styles are kufik and have connecting letters الأنواع الأخرى متشابكة والحروف متشابكة ثلث is a long and elegant script It is often used to write the headings of surah طبعا الخط الثلث هو كتابة جميلة واستخدمت لكتابة العنوان السورة holy quran's chapters is also script the script of Saudi Arabian flag وأيضا خط القرآن الكريم هذا الخط الجميل هو أيضا نفس الخط اللي تستخدم لكتابة العلم المملكة العربية السعودية نسخ and رقعة نسخ and رقعة خط النسخ وخط الرقعة are popular scripts that are common in printing and handwriting خط النسخ وخط الرقعة هو خطين مشهورين في الكتابة والطبعة they are generally smaller and easier to read عادة هم أصغر وأسهل للقراءة والكتابة فارسي and talic which means hanging تعليق 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 هو فارسي هذه كلمة نوعين من الخط تعليق ومعناته hanging is an old script that sometimes used in literature هو نموذج للخط نوع من أنواع الخط قديم جدا وأحيانا يستخدم قديما ديواني is very decorative style from the Ottoman Empire that is often seen on greeting cards في نوع الخط الديواني كان موجود قديم ودكور جميل جميل الشكل وكان يستخدم في كتابة greeting cards البطاقات التهنع البطاقات الترحي أعتقد أني وصلت لهذه نهاية الوحدة وإن شاء الله انتظرونا في الوحدة القادمة what happened إن شاء الله بإذن الله كما يوجد شروحات في جميع الصفوف الأخرى أول متوسط من أول أبتدائي إلى أول متوسط إلى ثالث متوسط وقريبا إن شاء الله الثانوي لكن لا تنسوا الاشتراك حتى لا تفوت عليكم ونشر القناة بالواتساب وبالسوشيل حتى تساعدوا أخوانكم أخواتكم الطلاب والطالبات شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم